سيرادوان شنوى جديد فيما يخص الهجوم المسلح اللي يتعرض له للمركز الإسلامي في كيباك والله هو جديد بالتأكيد من الأسف وفاة المواطن التونسي بوبكر الثابتي هذا تقريبا البارح يعني تأكدنا ما في المئة هو الشخص المتوفي منقد متعزين الحارة العهيلته في نفس الوقت زوز جرحة اللي هما في نزال غالي وأيمن دربالي الحمد لله في نزال غالي تقريبا تعدى مرحلة الاختار يعني الإصابات المتاع وحمد لله تم تعاطي مع الرساسات بطريقة واضحة وحمد لله معناها تعدى مرحلة الاختار بقاء كان أيمن دربالي اللي هو الحقيقة وضعه صحي حرج شوية ونتمنيه أنه يتعدى للمرحلة هذه إن شاء الله واضح وحنا كنا عدينا قبيلة شوية تقرير حول مرحوم بوبكر الثابتي وهو أصيل ولاية تطوين فما يخص المشتبه فيهم اللي إلى حد الآن لم محبش السلطات الكندية تفصح عن هويتهم هي لحقيقة نحنا في كل حالات صارتنا في الكنداء وعن السيدة القنص الموريال قاعدة تتبع في الموضوع العين المكان وتنقلت لأنه البلاسة اللي سار فيها بعيدة نوعا ما على مكان القنصرية لكن بيتذافر كل الجهود إن شاء الله فما لقايات وفما تقريبا معناها مشاورات مع السلطات الأمنية والقضائية على عين المكان إن شاء الله على كل حال تتوضح صورة الحد اللي في كل الحالات توينسا كانوا ضحايا ليه لكن إن شاء الله معناها الحقيقة تظهره وفي كل الحالات نحنا فما إن شاء الله ساعاتي واضح مع الموضوع هذا أهم شيء هو الإحاطة بأفراد الجيلية التي عنا موجودة في كندا اللي يقارب العدد من تحت 20 ألف وإن شاء الله لا يكون لي حتى نعكاس على واضحهم الداخلي بطبيعة نتمنوهم على أن السلطات الكندية متفاهمة وعندها كل القدرة على أنها جابها الظاهرة هذه وإن شاء الله في كل الحالات لعنا لقاءات مباشرة بشكون معا وإن شاء الله يكون لقاء ربما في أقرب الأيام نتنقله بيزا الكندا لمزيد التلاقي مع الجيلية وتكسيف الجهود أنه تكون ديما فما صورة التونسي ديما النسعة في كل الحالات هما إن شاء الله سيرادوين سؤال فقط لو كانت أكد لي أو تنفيلي هل تم اتصالات ما بين الحكومة التونسية والسلطات الكندية؟ بالتبع على باعتبار عنها تمثيل ديبلوماسي نحن في الكندا ثم تشاور في الموضوع باعتبار أنه من بين الضحاية ثم تنسى التابعي بش يكون عنا نظرة للملف ونحن في كل الحالات نستناول نريجة التحقيق بش يكون عنا إن شاء الله الموقف النهائي بالنسبة للملف هذا إن شاء الله